وابطولات كتيرة واجيال كتيرة ولكن هقف هنا عند النقطة هروح عند فريق الاحلام واقول ليه الزمالك افتقد دايما اللعيبة يقولوا الاهل بياخد البطولات فيه روح شديدة جدا روح الفنان الحامرة قدر الاهل ان هو يصدر المشهد ده للعيبة ولاده وللجداد وللقدام وللي جاي هتلبس الاهل حتنفس على بطولة البطولة تقسارها مش سهلة قص الزمالك جي فترة كده في النص مع الظروف مع الدرباكة مع الامور ما ده مع تغيير الادارات افتقد الفريق الحتة دي بقت صفقات تيجي وتمشي وفرق تيجي وتمشي من غير بطولات الدنيا سهلة ات عملت سنة الاحلام دي السنة اللي انا بعد ما راح الدوري وراح الكاس انا قدمت طلب اعتزال ده الكلام ده كان سنة وتسعين ستة وتسعين ده انا كان عندي حوالي كان عندي تسعة وعشرين تلاتين سنة قلت انا بعد ما جبنا فريق الاحلام وجبنا الاسماء دي كلها على الاسماء اللي موجودة التيلة دي كلها وبيضيع مننا دوري وبيضيع مننا كاس ليه لان اخطاء اخطاء ادارة لما بتبقى فيه اخطاء ادارة انت من الاول انت بالليل ماشي الكابتن فاروق هو مدير فني لنادي الزمالك بالليل الساعة تلات اربعة الفجر اتفاق مع كابتن احمد داري فعلت الله يرحمه ان يبقى المدير الفني لنادي الزمالك يجي الكابتن فاروق الصبح عشان يتقال له انت هتبقى مدرب عام مع الكابتن احمد رفعت هادي اخطاء ادارة فانت حطيت بعد انا ما اخدت الاحساس ان انا فاروق جوعفر ان انا اخدت كمدير فني فجي كابتن احمد رفعت طبعا كان مسك ساعتها منتخب السويس تقبل المهمة اقبل المهمة مع الاعتذار للمسؤولين في منتخب السويس يمسك نادي الزمالك مدير فن نادي الزمالك وطول الموسم طول الموسم بنصالح في الكابتن فاروق وكابتن احمد رفعت وفي المحاضرات واحنا موجودين في المحاضرات كمان كان فيه اشياء مش مفروض انها تحصل ليبقى فيه شيء من التركيز ويبقى فيه كل واحد في اختصاصه لكن الامور ما كانتش على ما يرام في الجزئية دي هربكوا لعيبة في المحاضر بتصالحهم على بعض لا بيبقى في المحاضرات نفسها ما بين الجهاز نفسه كان بيبقى فيه اشياء ما بين الكابتن احمد رفعت أو فقد وده كابتن فاروق في الأمور الي زادية يعني ما كانش فيه التزام بالبوزيشن في كل واحد ان الكابتن احمد رفعام مدير فني ان الكابتن فاروق عفر يبقى مدرب عام في الجزئية دي فكان بتحصل اشياء حتى كمان في التشكيل أو في اللعبة اللي ممكن تلعب أو اللعبة اللي ممكن تتغير وتخرج بتبقى فيه بعض الاشياء يعني انت بتشعر اننا كمدير فني بس أنا قاعد مش مطمئن حاسني أنا مش مطمئن لأن كثير من الحياة يا كابتن سيف مهمة جدا في الأجهزة الفنية كتير أو تشعر أن أنت لما يكون معاك جهاز معاون وفيه ثقة كبيرة أو فيه ده بيبقى من أسباب النجاح اللي بينجحك لكن لما تشعر أن أنت مش مطمن للجهاز المعاون معاك أن أنت تشعر أنه هو متربس لك أو ممكن أي شيء ممكن يحصل ده بيبقى شيء ممكن ينعكس على أداء الفريق داخل الملعب وعلى فكرة اللي احنا قصدنا فيها 2-0 اللي كان فيها الهدف الثاني